أهلا بكم من جديد لتفاصيل هذا الموجز والبداية بالشأن السياسية كثر الحديث هذه الأيام عن المتغيرات التي ستعرفها الصحة السياسية بعد أداء الرئيس عبد العزيز بودفليقا لليمين الدستورية من بينها فرضية حال البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبخة المزيد من التفاصيل في تقرير سيد أحمد هديبل أمام تحفظ الأفلان والأرندية اللدانية حوزان على الأغلبية بالبرلمان كثر الكلام هذه الأيام عبر مختلف وسائل إعلام عن إنكانية لجوء الرئيس بودفليقا بعد أدائه اليمين الدستورية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة خلال العام الجاري بعد الانتهاء من تعديل الدستور يمكن أن يكون الحل بناء على عمل الغرفة ذاتها وبناء على عمل الكتل البرلمانية والحزبية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية ومن خلال المسائلة بين الطرفين يمكن أن تؤدي إلى نوع من التأزم الذي يؤدي إلى حل المجلس الشعب الوطني من قبل رئيس الجمهورية إلا أن التعديل في 2008 زاد والسعف الإمكانية بحيث تعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات إمكانية أن يقرر حل المجلس الشعب الوطني نص المادة 129 من الدستور الجزائري تقر بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول على أن تجري هذه الانتخابات قبل 13 من موعد إجرائها طبقاً للمادة 129 أنه يمكن إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها لكن بشرط أن تكون بالتشاور بعد استشارة رئيس المجلس الشعب الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول في كل الحالتين الأولى والثانية هنا لابد أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها 13 مشروع التعديل الدستوري المتير للجدل والذي يؤد أحد أكبر تعهدات بوتفلقة ينتظر أن يمرر عبر تشكيلة البرلمان الحالي هذا وينصدر أن تشهد الساحة السياسية مخاذاً عصيراً بين أحزاب المولات والمعارضة قبل إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تحمل عدة مفاجآت المزيد في تقرير أحمد حفصي باقتراب موعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة دخلت أحزاب المولات والمعارضة فيما يشبه حالة تيهان بحثاً عن الخيط الأبيض من الأسود في معالم هذه الحكومة فبين مطالب بحكومة ائتلاف وطني يطالب طيار آخر بحكومة تيكنقراطة ورقة طريق نزل المرادية التي سيعلن عنها في كلمة موجهة للجزائريين غدا تمر سيم أداء اليمين الدستورية أقسم بالله العلي العظيم ينتظر أن ترسم توجهات بوتفليقة إزاء الطاقم الحكومي الذي سيرافقه في بداية عهدته الرابعة فالأتلاف السياسي الدائم لبوتفليقة يواجه متائب بالجملة تتعلق بحرب التموقع الدائرة بين قادته فالأفلان صاحب الأغلبية في المجالس المنتخبة يبحث عن حقائب وزارية جديدة في حين الغريمة التقليدية الأرندي يطمح ليكون حلقة رئيسية في حكومة سلال ثلاثة بينما يطمع تاج والأمبيا في الحصول على حقائب وزارية جديدة وفي المعسكر الآخر تجد المعارضة نفسها منقسمة بين مطامع شخصية في الاستيوزار عبر عرض الخدمات وهو حال بجر سلطاني وبين مواصلة نهج عدم المشاركة في الحكومة وهو ما تتبناه حمص وجبهة العدالة والتنمية وبين الموالات والمعارضة تطرح فرضية استنجاد صناع القرار بوجوه تعطي نفسا جديدا لقصر الدكتور سعدان في صورة صاحب مفاجأة الرئاسيات بالعيد عبدالعزيز وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة التي يوجد سلال في رواق جيد لترأسها للمرة الثالثة على التوالي تطرح تساؤلات حول هوية من سيغادر الحكومة خاصة من بين الأسماء التي تتزعم تشكيلات سياسية فهل ستجرى تغييرات راديكالية على حكومة سلال أم أن دار الإقمان ستبقى على حالها في شأن التربوية دت الإصلاحات والأخيرة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية في مختلف المستويات المساهمة بشكل أو بآخر في تدني مستوى التحصيل الدراسي والذي سيؤثر بدوره على مستوى التعليم في الجزائر رضي ابن أباج وتفاصيل كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن مختلف الصياغ التي ستعتمدها وزارة التربية لمساعدة الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا في الولوج إلى الجامعة من تحديد لعتبة الدروس إلى إمكانية تنظيم دورة ثانية وصولا إلى اعتماد نظام الإنقاذ إذن إذا كان لابد أن يكون هناك طالب جامعي ذو مردود لابد أن يوفر له المنهاج المكتسبات القاعدية المؤهلة لذلك وبالتالي لو انتقص من تعليم هذا المنهاج أي عنصر هناك قصور نسبي بحسب من تقص من المنهاج الساتذة الجامعة من جهتهم يؤكدون على تراجع مستوى طلبة الجدد مقارنة بالأجيال السابقة عندما يتوجهون إلى الجامعة طبعا ليست لديهم مؤهلات كما أشرت سابقا عندهم ضعف في المستوى ضعف اللغة ضعف في المعرفة ضعف في البحث ضعف في ليس لديهم مستوى تعليمي أو معرفي يبدو أن وزارة التربية أصبحت تهتم برفع نسب النجاح في البكالوريا متناسية بذلك مستوى التعليم الذي من شأنه تحقيق التنمية تأسف رئيسو والوزراء البريطاني السابق توني بلير بلندن للوضع السائد في ليبيا وصفا إياه بالفوضى التي تضرب استقرار كل ما يحيط بها باستثناء الجزائر وخلال ندوة تمركزت أساسا حول أخطار الإسلام المتطرف تحت عنوان لماذا يعتبر الشرق الأوسط مهما وضح موثلة رباعية دولية من أجل الشرق الأوسط أن الجزائر فيمنى عن تأثير تحت ثرابي العربي لأنها شهدت نزاعا سببه الإسلام المتطرف الذي تسبب في وفاة ألاف الأشخاص حسبه ودعا إلى العمل بالتعاون مع البلدان المسلمة على إصلاح معمق لبرامج التعليم في هذه البلدان مع إعطاء مكانة أكبر لحقوق الإنسان والتفتح على الآخرين كشف دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي استقل من مهمته الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات في هذا البلد وكان الإبراهيمي قد حذر في مرسى الماضي من إجراء انتخابات رياسية في سوريا في ظل استمرار النزاع الذي سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي يشار إلى أن في جنف وفيفري جرت جولت تفاوض في جنيف بإشراف الإبراهيمي بين وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين بهدف إيجاد حل للنزاع من دون أن تفضي إلى نتيجة عودة إلى الوطن يعد طبق الأرنب من بين الواجبات الشهية التي ترتبط عادة بفصل الربيع على اعتبار أن لحم الأرنب يساعد الإنسان على اكتساب نسبة كبيرة من البروتينات والأملاح المعدنية وباطل فيتامينات وتعتبر المطاعم الشعبية بوسط مدينة عين البيضة بولاية تملب واقي فضاء يستقطب العديد من محبي لحم الأرنب تقرير رشيد مقدم من بين هذه المطاعم الشعبية مطعم الأرنب بوسط رود الصيمين في قلب مدينة عين البيضة سمي المطعم نسبة لوجبات لحم الأرنب البري الذي يسمح للإنسان في غذائه اليومي من الحصول على نسبة من البروتينات وعلى كمية كبيرة من الأملاح المعدنية بل إضافة إلى فيتامين بيتخوة لبناء الأنسجة والعضلات لخميسي صاحب المطعم يقوم يوميا بإعداد طبق الأرنب في هذا المطبخ التقليدي الشعبي ضمن عادات موروثة أبا عن جد أكلة مرتبطة بأحد فصول السنة منها فصل الربيع حيث تتهافت عليها العائلات الحركاتية نظرا لأهميتها الغذائية هذا مطعم الأرنب الموجود في مدينة عين البيضة مشهور على كل حال بالأرنب والأكل التقليدي يجون العائلات من كل جهة من البعيد ومن الكريب ونحن معرفين على كل حال أبن عن جد ورثنا هذه الصناعة ويأكل عندنا الفرق كله خاصة فرق مدينة عين البيضة يسكاب يصماب جماعة وعلى بلهم كل يجيونا جماعة البلدية يجيونا جماعة الولاية يجيونا الناس من البعيد من الكريب نحن الحمد لله مختصين وقرأنا على هذه المينة هذه ويعرفون الناس بلنا نعرفوها مليح وثاقين في نفسنا من البعيد ولا من الكريب يجيونا مرحبا بهم ومطعم الأرنب عين البيضاء مكان شعبي تراثي بصور الشخصيات التاريخية والفنية يستحذر رواده فصولا من بعض العادات والتقاليد فهذه قارئة الأسطوانات القديمة مزالت شهدة على عصر قدام الفنانين وصور أخرى من جاعدة الحركة ذات الطقوس العريقة لربط كل من تطأ أقدامه المطعم بموروثه المتنوع